إذن أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 179 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم أكثر من 2 مليار جرعة أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليون و112 ألف حالة كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات أيضا ارتفع لـ 3 ملايين وأكثر من 800 ألف حالة فيما يتعلق بأعطاء اللقاحات كشفت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء عن أعطاء أكثر من مليارين و712 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها يليها للتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا واليابان وكندا ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلق التطعيم بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان جدير بالذكر أن هناك عدد من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم وقد يكون بينها بعض الاختلافات